إرشادات التمريد العاجل الجروح إن ترك الجرح مكشوفاً يساعد على بقائه جافاً والتعافي بسرعة ولكن إذا كان الجرح في مكان من السهل أن يتعرض للتلوث كاليد أو مكان مغطى بالملابس كالرقبة مثلاً فإن من الأفضل تخطية الجرح باستخدام ضماضة طبية أو شاش معقم وشريط لاسق ويجب أن يتم تغيير الضماضة يومياً للمحافظة على الجرح جافاً ونظيفاً ترجمة نانسي قنقر مع رواقي عصام يوسف جبنا في الستوديو مشاهدين الكرام وطلبة كلات التمريد في مصر والعالم العربي أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة في دور الستاشر من برنامج العباكرة في موسم عباكرة التمريد مين يطرى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المسادي؟ أما المكسب الأكبر أن كل إجابة صحيحة من طلاب عباكرة التمريد هتساهم في تطوير المستشفيات الحكومية في مصر في المرحلة الأولى كل نقطة 5000 جنيه وحيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية العباكرة تمريد برعاية وزارة الصحة والسكان جلياد الشركة العالمية الرائدة لصناعة الدواء وبشراكة البنك الأهل المصري بنك أهل مصر في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 24 مليون و725 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة حيوصّلوا المبلغ لكامل أول كلية مشرفانة في الاستوديو بمحافظة القاهرة نوحب كلنا بكلية تمريد جامعة بي و إي هنمسل الجامعة بيوتانية ماشي النهاردة 8 طلاب حتيديدين نوم 4 إحنا غيرنا الكدرات الزهنية خلينا حد تاني يمسك الكدرات الزهنية لأن إحنا كان عندنا مشكلة في فكرة إن حد يوصل للإجابة بسرعة إحنا المهاردة جايين للماتشة معنا 6 طواط وده خفف علينا الطواط التور كتير بس إحنا عازمين إن إحنا ناخده 3 طواط التانين ونتقهل بجدارة دور البنك الأهلي دور مهم جدا طبعا إن شاء الله في تطوير مستشفيات المصرية وخصوصا مستشفيات الحكومية بعد الماتشة اللي فات أول حد قابلته كان دكتور أسماء الحديدي كابتن الفريق وشجعتنا جدا عشان إحنا كسبنا الماتش عشان ده الهدف اللي إحنا كنا جايين بيه من الأول أما كلية تانية واللي هتنافس وبقوة للحصول على الثلاث نقط في ماتش النهاردة بمحافظة المنوفية نروح بكلية تمريد جامعة المنوفية هتنافس بجامعة المنوفية في ماتش النهاردة 8 طولار هتجي لنم 4 لما كسبنا الماتش اللي فات وبقى معانا ثلاث نقط بس وعرفنا ان المنصورة كمان معاها ثلاث نقط فهو لا دعم السهل تغييرات اللي عملناها في الفريق مصطفى داود بنزل فقرة تحت الضغط والثبت النهاردة شايفيني ان المصطفى عن مصطفى تنفعلي كويس جدا وعنده المعلومات وده محتاجينه هين طبعا هنلاعب النهاردة الجامعة البريطانية وعارفيني ان هي كسبت ماتشين قبل كده وبقى لها ماتش بس احنا ان شاء الله هنفوز النهاردة بالنسبة لجرور البنك الاهلي في المساعدة هو يأثر كتير هيساعد في تطوري الخدمة الطبية بشكل عام خاصة ان ينصر شفاية محتاجة دا أسألة من دراسات كليات التمريد تشاهدون في هذه الحلقة مرض يحدث اضطرابا في المخ لدى الأطفال ويسبب صعوبة في التواصل اللفظي وغير اللفظي مع الآخرين فما هو في اي جزء من الجسم يعمل انزيم اتريبسين بشكل فعال العباقرة كليات التمريد ست فقرات العلم المعرفة الفنون تحت الضغط ضربات الجزاء وعجلة الحص واول حاجة بنبتدي بها سؤال السرعة والسؤال هو كم عدد الألوان في علم مصر أحمد إبراهيم ثلاثة ثلاثة إجابة خاطئة في إجابة دوس على البازل إسراء أربعة حاسب الشعور إنت نصر حاسب؟ حد ينسى النصر لا قلت ما تحسبش إسراء لا ما تحسبش إزاي يعني إسراء إجابة صحيحة أربعة هي الإجابة الصحيحة وإسراء حتختار مين اللي بتتدي أول جمعة بريطانية هتبتدي الأول وأول فقرة هي فقرة العلم 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 أربعة أجزاء جغرافيا تاريخ أدب وعلوم بيوية عندكم سؤال في جغرافيا فيه شكر؟ نعم السؤال ب20 نقطة بداية المطش كده على طول جغرافيا والسؤال هو على أي محيط تقع جزيرة ويك؟ على أي محيط تقع جزيرة ويك؟ كان فيه حرب عليها جمدة جداً أحمد هترهدي؟ هي تبع دولة إيه؟ لا مشاكل هي تبع أمريكا واليابان حاولت تحتلها في الحرب العالمية التانية أحمد إبراهيم إجابة صحيحة المحيط لهذه الإجابة الصحيحة 20 نقطة الجامعة البيطانية 20 الجامعة البيطانية المنوفية مفيش نقط عشان لسه ما تسألتوش ولا سؤال فيه شكر؟ مش في جغرافيا جغرافيا والسؤال هو ما هي رابع أكبر قارات العالم من حيث المساحة؟ حوالي 18 مليون كيلو متر مربع إسراء إجابتك أمريكا الشمالية أمريكا الشمالية بعشان نقط إجابة خاطئة في إجابة لا فيش إجابة أحمد إبراهيم إجابتك أمريكا الجانوية بتستنصح إنت صح؟ يا السلام أمريكا الجانوية خلينا الأول بس نبقى عارفين هم سبعة نبتدي برقم واحد أسيا أفريقيا 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 أربع صغير يبقى أمريكا الشمالية 31 تلاتة أمريكا الشمالية أربعة إجابة صحيحة أمريكا الجانوية الإجابة الصحيحة عشر نقط لجامعة بريطانية 30 30 أحمد 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 في الجامعة البريطانية وعندوك سؤال في التاريخ التاريخ والسؤال هو ما هي الدولة الأوروبية التي استعمرت كولومبيا عام 1499 دست على البازر ما ينفعش تتكلم عدارين لا ما تكلمت كان عندك 19 ثانية تتكلموا زي ما أنتوا عايزين استعقلت استعقلت إجابتك إسبانيا إسبانيا ومخدتش غير ثانية إجابة صحيحة إسبانيا هي إجابة صحيحة إسبانيا هي إجابة صحيحة في جكر تاريخ والسؤال هو ما هي الدولة الإسكندنافية التي سنت أول قانون في العالم لمنع تجارة العبيد داخلها ما هي الدولة الإسكندنافية التي سنت أول قانون في العالم لمنع تجارة العبيد داخلها سبع ثواني اسراء ايجابتك لاتيفيا لاتيفيا قصدك لاتفيا كان عندكو ايجابة تانية ولا هي دي ما كانش في ايجابة تخمين في ايجابة تانية لسه لسه ايه ده بتاعيس ندوس على البازل دلوقتي مش جايز اسراء صح لا هي مش صح هي مش صح لاتفيا مش دول اسكندينفيا اصلا في دي عندك حق ايجابة خاطئة لاتفيا اكيد ايجابة غلط ايجابتك اعمال هي تخمين ما تشرح ليش الاجابة انت عتقنعني من قبل ما تجاوب انا عايز بلد ايسلندا ايسلندا اه لانهم اول ناس عملوا برلمان والله عاكيد هو عميل والقناة فعلا منك تخيل منك اعمال ابراهيم ايجابة ايجابة اي compos خاطئة رافع عليك ايجابة خاطئة أربع اختيارات بزائد عشرة أو ناقص خمسة الدنمارك فنلندا هولندا إجابتك محدش تكلم معايا الدنمار إجابة صحيحة أجد دنمارك هي الإجابة الصحيحة عشر ناقص لدامعة بريطانية خمسين تشجيع جامد جدا من جمهور المنوفية والنتيجة خمسين الجامعة البريطانية البريطانية بتحاول تهرب المتش يا منوفية خلي بالكو الجامعة البريطانية عندكم سؤال في الأدب أدب والسؤال هو من هو الشاعر المصري صاحب ديوان ماذا أصابق يا وطن مين الشاعر المصري الكبير صاحب ديوان ماذا أصابق يا وطن نادية إجابتك إجابة خطيئة فرصة بقى المنوفية تاخد عشر نقط حافظ إبراهيم لو مش أحمد شوقي بحافظ إبراهيم إيمان إجابة خطيئة بيكتب هوا مش حرة في ملحنة أهرام إبراهيم ناجي عبد اللطيف مبارك فاروق ويدا أحمد رامي فاروق ويدا طبعا فاروق ويدا إجابة صحيحة الشاعر الكبير الشاعر الكبير فاروق ويدا هي الإجابة صحيحة عشر نقط وكده يا سامويل الجامعة البريطانية ستين المنوفية ما عندكوش نقط والمباراة بتهرب منكم أدب والسؤال هو ألف الأديب خيري شلبي كتابا لمحاكمة أحد المفكرين المصريين الكبار فمن هو؟ ألف الأديب خيري شلبي كتابا لمحاكمة أحد المفكرين المصريين الكبار فمن هو؟ محاكمة مين؟ ثانيتين لا إزاي؟ إزاي ما تحاولوش تجاوبو؟ إزاي يا منوفية؟ في إجابة؟ نادية طاحسين الإجابة ما كانتش عندك صح؟ لأ عنتي عندك؟ يعني إجابتك صح؟ نادية إجابة صحيحة هي الإجابة الصحيحة يا نادية بربو عليتي يا نادية يا نادية يا نادية يا نادية الموقف صعب جدا يا منوفية النتيجة سبعين جامعة بريطانية والمنوفية ما عندهمش نقط تشجيع لجامعة المنوفية وده حاجة إيجابية جداً جداً بشكركم عليها جامعة بيطانية عندك سؤال في العلوم علوم والسؤال هو ما هو الهرمون الذي تفرزه المعدة ويطلق عليه أيضاً اسم هرمون الجوع لتأثيره على شهية الإنسان أحمد إبراهيم مش طرف بالأسئلة دي إجابة مضحقة من قبل ما أسمعها لا ما هي مش حتتك أنا خلاص عارفك إجابتك سيروتون مضحكة أول لا مش مضحكة أول علمك يعني هي أتعدي يعني هي إجابة خاطئة ما أنا قلت هو هرمون السعادة فأكيده أحد لما بيأكل بيس أقول لك حاجة الحقيقة مش حقدر عدي إجابة مضحكة صح على ذلك غلط ما قال إجابة مضحكة بقى بقول لك المعدة مش المخ طيب فرصة بقل منه فيها تاخد عشر ناط مجدي إجابتك جسرين مجدي للأسف الشديد إجابة خاطئة زائد عشرة أو ناعس خمسة هرمون الجريلين هرمون الإنسولين ميلاتون الأدرنالين إسراء الآن جدا بس عايزة أقولك حاجة من قبل ما أعرف إجابتك بالنتيجة دي أنا أخذ الرزق إجابتك إجابة صحيحة بالموت الأدرنالين أول عشر ناط لجامعة الملوفية السؤال اللي جاي ممكن تاخدوا الشوكر عشرين نقطة فيه شوكر بصوا بقى لو خدتوا عشرين نقطة دول لجاعتوا تالي في المانش فالتوا العشرين نقطة دول والجامعة البريطانية خدت العشرين نقطة أعتقد الموقف اتصعب عليكم جدا علوم والسؤال هو من هو الطبيب الأمريكي صاحب أول جراحة ناجحة لفصل توقع ملتصق من الرأس من هو الطبيب الأمريكي صاحب أول جراحة ناجحة لفصل توقع ملتصق من الرأس اجابتك ادوارد جينار للأسف الشديد اجابة خاطئة في اجابة لا فيش اجابة وانا شفت الفيلم هو كان الشخص افريكان امريكن انت هتحكي للحكاية انت عاودت خاص بك هتحكي للحكاية ولا هتجاوبي مفيش اجابة تمام عشرين نقطة يناقص عشر نقط والاختيارات اجابتك بنجامين كارسن بنجامين كارسن اجابة صحيحة بنجامين كارسن هي الاجابة الصحيحة عشرين نقطة نجمع الدويتانية تسعين البيو اي عشرة المنوفية هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة وفقرة الفنون والعباقرة يبقى طلاب مصر جمعوا مئة نقطة في فقرة العلم وكل نقطة بخمس تلاف جنيه بما يساوي خمسمائة ألف جنيه في خزة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الفقومية في مصر يميني جداً حركت سمعي أحلامهم لأننا سألت كل طالب حلمكيه أحلامهم جميلة جداً ولو ساعدناهم إنها تتحقق أكيد حنقدر نروح بالملف ده لما كانت هنا خالص أكيد فإحنا هنمشي معهم خطوة بخطوة بانتباحهم بقينا عارفينهم بقينا مسدقين في اللي هم بيقولوه لأنه هم بيقولوه من قلبه فأنا فخور جداً وبعترف على قد ما كنت معترض على قد ما أقول النهاردة لو أنا ساعدت ولو جزء صغير في أن أخلي الولاد دول يظهروا بمصر مشرف قدام مصر كلها فده شرف كبير لي تاني فأقولك وأكدلك إن ده الحلم اللي جيف بالي تاني يوم حلف اليمين التمريض وإزاي أقول للناس تعالوا شوفوا أنا متأكدة من قيمتهم فأنا كنت مصرة من أول يوم وقلت بدايتها إن احنا هنمشي في كل اللي تجاد تحسين التعليم وتطويره وقليات التقييم وحتى المدربين لكن كمان يهماني إن الولاد يكونوا مرتاحين والمجتمع بيديهم الرسالة الإجابية اللي هم يستحبطون لأول مرة في مصر التمريض يدخل المنافسة العباقرة تمريض مع الرواي عصام يوسف الخميس والجمعة والسبت الساعة السادسة والنصف مساء حصريا على القاهرة والناس أهلا بكم في العاصمة المهنية على الممرض أن يستخدم رأيه في تقدير الكفاءات الفردية للآخرين عند تلقي أو تفويد المسؤوليات حواكرة كليات التمريد ومباراة مهمة جداً في دور الستاشر والنتيجة جمعة بريطانية تسعين جمعة المنوفية عشرة وجمعة المنوفية حصل عندنا تغييرين أحمد مرسي نزل مكان محمد مجدي وطوعة البتحجي نزلت مكان إيمان وفيد وحصل عندنا تغيير واحد في جمعة بيوي خديجة محمود نزلت مكان نادية هاني ودلوقتي مع الفقرة الثانية فقرة المعرفة أربعة سئلة واحد لواحد معلومة عامة رياضة تكنولوجيا وقدرات زينية أول اتنين دارين وإسراء إسراء ودارين كل الناس بتقول يا رب لا رب كل الناس بتقول يا رب لا رب إسراء 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 هدوء مجموع معلومات عامة والسؤال هو كم يبلغ عدد الدول العربية الأسيوية على مهلك مفادش غر ثانية كم يمكن تفكري كامي يا إسراء ماشر إجابة صحيحة برابة يا إسراء 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 رياضة والسؤال هو من هو لاعب التنس المتود بلقب بطولة أمريكا المفتوحة عام 2019 رجل فدر أحمد إجابة خاطئة على طبق من دهب مش وض حتى أضغط تفضل رفايل نادل رفايل نادل إجابة صحيحة نادل كان الأطولة الرابعة لي في أمريكا المفتوحة 30 المنوفية تسعين البيوئي تكنولوجيا والسؤال هو جهاز يستعمل لرصد نشاط القهرابي للقلب ويحمله المريض لمدة 24 ساعة على الأقل فما هو؟ إس جي إلكترو كارديوغرام أحمد إجابة خاطئة خديجة في إجابة؟ يعني تفضلي دوش على البازو مونيتر مونيتر إيه؟ إجابتك مش كاملة خديجة إجابة خاطئة الإجابة الصحيحة هولتر مونيتر تفضلوا سؤال الأخير واحد لواحد في القدرات الزينية سامويل وطوعة طوعة وصامويل وسؤال بعشنات في القدرات الزينية والسؤال هو حل المسألة الآتية سبعة في اتنين زائد أربعة عشر في تلاتة ناقص ستة إيه ساوي كامل؟ خمسين إجابة صحيحة خمسين هالجابة صحيحة ربعة لتلاتة عشر ناقص مهمين جدا لدمعة الملوفية الملوفية أربعين البريطانية تسعين المباراة لسه في الملعب بدلاتي مع الفقرة الثالثة فقرة الفنون الفنون أربعة سئلة سينما ومسرح أغاني الموسيقى لوحات ومعالم وسرعة البديهة الأسئلة دي تعتمد على السرعة ليكم انتم التمانية وأول سؤال في السينما والمسرح والسؤال هو من هو الفنان المصري الراحل الذي لعب دور حسن أبو سنة في مسلسل الأصدقاء من إخراج العظيم إسماعيل عبد الحافظ ساموين إجابتك صلاح السعداني؟ صلاح السعداني كان في المسلسل بس ما كانش حسن أبو سنة إجابة خاطئة ساموين أه صلاح السعداني مش راحل ربنا يدينه السحر الإجابة الصحيحة فاروء الفشاوي سؤال الثاني في الأغاني والموسيقى والسؤال هو من هو الموسيقى الراحل الذي قام بتلحين تتر بداية مسلسل؟ عفاريت السيالة عفاريت السيالة لمين إسراء؟ عمار الشريعي عمار الشريعي إجابة صحيحة إسراء إسراء عمار الشريعي هي الإجابة الصحيحة هي ميلة هو ميلة ابتدى النتيجة 50 الملوفية 90 البريطانية سؤال الثالث لوحاته معالم والسؤال هو يقع مدحف مصاص الدماء والمخلوقات الأسطورية في إحدى أشهر العواصم الأوروبية فما هي؟ أعاصمة أوروبية هي إيه؟ لندن تخمينة صح؟ هي أنت قلت مصصين الدماء في أول ما قلت مصصين الدماء فكرت في رومانيا عشان ترانسلفينيا وبرام ستوكر والقصة كلها هناك بس بقولت أهم العواصم انت بتحاول تبيعلي الإجابة ما اشتريتش إجابة خاطئة طبعاً العشر نوع دول ممكن يكونوا مهمين جداً للمنوفية توقع إجابتك؟ برلين إجابة خاطئة الإجابة الصحيحة باريس هرد لك آخر سؤال في الفقرة سرعة البديهة والسؤال هو ما هي الدولة الإفريقية المكونة من الحروف في الصورة؟ أحمد إبراهيم إجابتك أحمد إجابة خاطئة أحمد إجابة 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 موسيقى أحمد إجابة اشتركوا في القناة جمعة المنوفية وجمعة المنوفية رجعت تاني في المباراة برافو صراحة وحصل عندنا تعييرين محمد مجدي رجع مكان احمد مرسي وايمان وفي رجعت مكان طوال بطحقي والجامعة البريطانية حصل عندنا تعيير احمد رشاد نزل مكان سامويل سعيد ودلوقتي مع فقرة تحت الضغط الجامعة البريطانية اختارت احمد رشاد وجامعة المنوفية اختارت مصطفى داود تفضلوا هحكيلك بقى الموقف بتاع الفقرة دي معايا عشر اسئلة في خمسة واربعين ثانية مصطفى تفضل مع فاتن هتسمع موسيقى وترجع لنا تاني احمد رشاد على مكاني عينيك على الكاونتر تمام تمام اي سؤال مش هتعرف تجاوبه يا تقول باس يا ناكست يا معرفش انا هفضل ساكت طالما انت مدتنيش كيو تمام يعني هتقول لي باس هكمل ما قلتش هفضل ساكت جايز يا احمد ان شاء الله تحت الضغط كاونتر من هي الكاتبة الانجليزية مؤلفة رواية الموعد الدامي نكس ما هو العلم الذي يهتم بدراسة البشر وسلوك الانسان والمجتمع نكس ما هي عاصمة استوانيا نكس ما اسم الهرمون الذي يفرس من الغدة الزعترية نكس ما هو المنتخب الافريقي الذي يطلق عليه لقب النصور الخضر نكس ما هي اول مؤسسة اجتماعية تؤثر في سلوك الفرد نكس من هي المطربة السورية صاحبة اغنية يمين الله نكس ما هو العصب الذي يبدأ في المخ وينتهي في القولون نكس من هي الفنان الذي لعب الدور تشكر في المسلسل مبروك جلق ألأ نكس تفضل تعال هنا تعال هنا يا أحمد تعال هنا تفضل يا أحمد ولا سؤال يا أحمد ولا سؤال ينهار أبيض هارد لك هارد لك فاتن داود منفضلك يتفضل مصطفى داود الفرصة بقت كويسة بالنسبة لك ده اللي حادر أقوله لك لا بكم سؤال مش هقولك جاهز إن شاء الله تحت الضغط كاونتر من هي الكاتبة الإنجليزية مؤلفة رواية الموعد الداني باس ما هو العلم الذي يهتم بدراسة البشر وسلوك الإنسان والمجتمع آه شهر الانسروبيولوجيو صح ما هي عاصمة استوانيا آه باس ما اسم الهرمون الذي يفرز من الغدة الزعترية آه الأدرانالين غلط ما هو المنتخب الأفريقي الذي يطلق عليه لقب النسور الخضر آه جزائر غلط ما هي أول مؤسسة اجتماعية تؤثر في سنوق الفرد آه الوام المتحدة غلط من هي المطلبة السورية صاحبة أغنية يمين الله أصالح صح ما هو العصب الذي يبدأ في المخ وينتهي في القولون بحال الشكو غلط ما مش هتفرق تفضل مكاني هنا حسن 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 حدوء حدوء مجمهور كيرا للأسف إجابتين بس صح مهم إجابتين بكم نقطة عشرة وتخيل أحمد رشاد حيدي لك كمان عشر نقط هدية براوة عليك مصطفى عشر نقطة هرد لك يا أحمد نحية كلنا أحمد ومصطفى تفضلوا هي تفضلوا منعفكم نقبل منعفكم نقبل منعفكم خبرك منعفكم تفضلوا ما هي عاصمة إستونيا؟ ما هو اسم الهرمون الذي يفرز من الغدة الزعترية؟ ما هو المنتخب الإفريقي الذي يطلق عليه لقب النصور الخض؟ نيجيريا ما هي أول مؤسسة اجتماعية تؤثر في سلوك الفرد؟ الأمم المتحدة تبعت دي السؤال مش هيك الأسرة العيلة ما هو العصب الذي يبدأ في المخ وينتهي في القولون؟ العصب الحائر من هي الفنانة التي لعبت دور تشكر في مسلسل مبروك؟ ألا غاية غاية عادل ودلوقتي مع أصعب فقرة فقرة ضربات الجزاء ضربات الجزاء خمسة وعشرين نقطة اللي جمعوا واحدة بس وأول اتنين خديجة وإيمان إيمان وفيء وخديجة محمود إيمان خديجة محمود وإيمان وفيء الدمور يهدع ذاكي خديجة ماذا؟ ماتشة تشقلب تسانية معاكم كام؟ تسعين وخمسة وعشرين مية وعشر مية وخمسة عشر مية وخمسة عشر إيمان ثمانين وخمسة وعشرين مية وخمسة مية وخمسة السؤال الأول في أي جزء من الجسم يعمل إنزيم أتريبسين بشكل فعال خمس ثواني خديجة أجبتك أنا معي الدقيقة الهدف الأول الهدف الأول يا خديجة هدف بلا مقابل شيبين ضو jurisdiction قصر أحمد رشاد ومحمد مجدي ومحمد مجدي محمد مجدي وأحمد رشاد السؤال الثاني ما هو الإجراء الجراحي في حالة وجود صعوبة في تركيب أنبوب حنجري لمريض مختنق وفاقد الوعي إمنة الرأس للخلف أنا بقول إجراء جراحي إجابة خاطئة إجراء جراحي في حالة وجود صعوبة في تركيب أنبوب حنجري لمريض مختنق وفاقد الوعي أنت نفسك تجاوب عالي بص بقى التركيز علشان كده أنا برجع أقول نزولك في فقرة واحدة كان غلط كان لازم تنزل علال في أول الفقرة التانية فتكتسب شوية ثقة تحس بالبرنامج فاهم قصدي؟ تمام إجابتك إيه؟ تركوستومي الشقة الحنجري صح؟ أحمد للأسف الشديد إجابتك صح هارد لك هارد لك يا أحمد دارين وإسراء إسراء ودارين والهدف الثاني للجامعة البريطانية أو إسراء تتعادل السؤال الثالث ما هي أهمية الدهون البنية للأطفال في شهور الأولى من العمر؟ ما هي أهمية الدهون البنية للأطفال في شهور الأولى من العمر؟ تغزيل؟ بتسعيدوا في الشماء والتغزيل؟ إسراء إجابة خطيئة دارين في إجابة؟ النمو دوس على البازر إجابتك؟ النمو إجابة خطيئة حفظ حرارة الجسم من الإنخفاض تمام؟ هارد لك تفضلوا هدف بلا مقابل الهدف الأخير أحمد إبراهيم ومصطفى داود روح رياضية بص يا مصطفى ما عندكش اختيار غير إنك تجاوب وتتعادل إن شاء الله لو ما جاوبتش أحمد إبراهيم رجع بـ 25 نطر من غير ما يجاوه السؤال الرابع مرض يحدث اضطراباً في المخ لدى الأطفال ويسبب صعوبة في التواصل اللفظي وغير اللفظي مع الآخرين فما هو؟ أوتزم التوحد أوتزم الأنف الثاني الأنف الثاني الجامعة البريطانية خطفت 25 نقطة بهدفين والنتيجة حفظ 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 مية وخمستاشر الجامعة البريطانية ثمانين جامعة المنوفية المباراة غريبة جداً المنوفية فجأتنا في الفكرة التانية ورجعت وبقوة حفظ 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 جامعة البريطانية تخطط من عودة المنوفية في المباراة حفظ التوتر أول أسئلة الصراحة بمرة بيه كانت صعبة شوية الموقف صعب جداً لجامعتين طيب قيت نكسلنا بس الإجابة كانت موجودة عني كان غلط إننا ننزل في الفكرة دي هنشوف مين اللي هيكمل مشوار البطولة اللي هيكسب في الفكرة اللي جاية هو اللي هيتقاهم بدور التمانية المباراة لسه في الملعب الفرق مش كبير هنخرج فاصل وحنرجع مرة تانية مع آخر فكرة والعباقرة والعباقرة وبكده طلاب مصر جمعه خمسة واربعين نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء وكل نقطة بخمس تلاف جنيه بما يساوي متين خمسة وعشرين ألف جنيه ويبقى الرصيد لحد دلوقتي تسعمية خمسة وسبعين ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الخكومية في مصر الإنسانية المسؤولية الأولية للتمريد هي إعطاء الرعاية للمحتاجين من الأفراد السلحة تَمَاصِ أعباقرة كل هات التمريد ومباراة غريبة جدا في دور الستاشر مش بس غريبة مباراة غريبة وحاسمة. المنوفية كانت عشرة في الفقرة الاولى. وجامعة البريطانية كانت تسعين في الفقرة الاولى. انتو عارفين جامعة البريطانية ما جابيتش ولا نقطة. ولا الفقرة التانية ولا التالتة ولا الرابعة. الخمسة بس خدتوا خمسة عشرين نقطة. جامعة المنوفية الحقيقة رجعتوا في مباراة برافو عليكم. ولكن الموقف ما زال صعب جدا. النتيجة. مية وخمسة عشر جامعة بريطانية. تمانين جامعة المنوفية. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي حيوصل لدور التمانية. فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل جامعات. وزي ما انتو شايفين وصدقوا على الشاشة ممكن السؤال يبقى في العلوم. المعلومات العامة. الكدرات الزينية. الرياضة والفنون. وطبعا عندنا جوكر او سويتش. الجوكر الجامعة بتختار موضوع السؤال. سويتش الجامعة التانية هي اللي بتختار موضوع السؤال. واول سؤال جرجس نادي. تفضل يا جرجس. هنشوف جرجس نادي والسؤال الاول لجامعة البريطانية موضوعه ايه? جرجس. املت اللي عليك. جوكر. تحب يا جرجس يتسهلوا في ايه? معلومات عامة. جامعة بريطانية عندوك سؤال في المعلومات العامة. بعشرين نقطة ولا بتأتي نقطة. عشرين نقطة. عشرين نقطة. عشرين نقطة عندوك خمستاشر ثانية. معلومات عامة والسؤال هو. ما هو نظام الحق في دولة البنية. احمد ابراهيم. جمهوري. جمهوري بعشرين نقطة. اجابة صحيحة. جمهوري هي الاجابة الصحيحة. عشرين نقطة للجامعة البريطانية مية خمسة وتلاتين. البيو ايه. تمانين المنوفية. زينب عفيفي تفضلي. هنشوف زينب عفيفي. والسؤال الاول لجامعة المنوفية موضوعه ايه? رياضة. سؤال في الرياضة. كل الناس بتقول يا رب. يا رب. كل الناس بتقول يا رب. يا رب. جامعة المنوفية عندوك سؤال في الرياضة. يطلب عشرين نقطة ولا بتأتي نقطة. عشرين. عشرين. خمستاشر ثانية ما تستعجلوش. رياضة والسؤال هو. ما هي جنسية? لاعب كرة القدم? اوباميانج. ما هي جنسية? لاعب كرة القدم? اوباميانج. اوباميانج جنسيته ايه? تلات سواني. يعني لازم تستنى يا مصطفى اوباميانج جنسيته ايه? نيجيري. احمد ابراهيم رفع ايديه. مصطفى ايجابة خاطئة. تفضل يا احمد. جابون. احمد ابراهيم ايجابة صحيحة. اوباميان. جابوني فعلا. مية خمسة وخمسين جامعة جامعة بريطانية. احمد ابراهيم احمد ابراهيم احمد ابراهيم. تمانين جامعة المنوفية. جامعة المنوفية هارد لك. للأسف الشديد الماتش طار منكم. مع ان انتوا قدرتوا ترجعوا وبقوة. في الفقرة التانية والتالتة والربعة. كلنا نحيي جامعة المنوفية. في دون كمونات. ياسمي لفتاح تفضلي. تفضلي يا سمي. علوم، سؤال في العلوم. طرى سؤال 300 د zen شعر ببلادة DenOH een da maatski ل Every few today one. ونبتلي كده ورثي 30 دوش على البازر علوم والسؤال هو ما هي جنسية العالم مكتشف مرض عشر ثواني أحمد إبراهيم إجابتك أمريكي أحمد إجابة خطأ مجدي فيه إجابة تفضل للمجدي إنجليزي إنجليزي إجابة خطأ الإجابة الصحيحة آيرلندي آخر سؤال محمود عيد تفضل للمحمود السؤال الأخير في الحلقة السؤال الأخير في الحلقة هنشوف موضوعه إيه سويتش هارد لك بيو إيه تحجبوا يتسيلوا في إيه رياضة جامعة المروفية عندكو آخر سؤال في الفقرة في الرياضة وجامعة بريطانية اخترت الرياضة علشان السؤال اللي فات ما تجاوبش فيه جوكر دوس على البازر عندك 15 سنة ما تستعجلوش رياضة والسؤال هو كم عدد الرياضات التي يتضمنها سباق الهيب تاثلن الهيب تاثلن كم رياضة مصابة داود إيجابتك ناني إيجابة خطيئة الجامعة بيطانية دارين خطفت البازر من أحمل إبراهيم برافو عليكي إيجابتك تمانية صح؟ صح؟ اه صح ازاي؟ هبتة هبتة عن تمانية اه هبتة كم يا خدناها كانت يا راجل هبتة هبتة ده فيلم هبتة سبعة سبعة لا حالي اتننت انا غاضل لا هبتة تمانية دارين سينكو سي ستة إيجابة خطيئة هبتة كام يا جماعة سبعة شفت كل جمهور بيقول سبعة اكت اكت تمانية سوريا جامعة المنوفية الحقيقة المتش كان طار منكو في الاول وعرفتوا ترجعوا تاني ودي حاجة كويسة جدا تمانين جامعة المنوفية شرفتونا ونورتونا في الاستوديو واحنا فعلا حنفتقدكو في دور التمانية نحيي كلنا جامعة المنوفية جامعة ديو ايه الجامعة الوحيدة اللي حصلت على التسع نقط طبعا طبعا ده سلاح زوح الدين يا السقة تزيد يا تحول الى غروب لان المتشاط اللي جاية ما بتقبلش الاسم على اتنين فمحتاجها شوي تركيز منكم مية خمسة وخمسين جامعة بريطانية وعندي خبر كمان جميل لجامعة بريطانية احمد ابراهيم افضل لاعب في ماتشو النهاردة بمية نقطة وهيلعب على لقب افضل لاعب للموسم بالكامل برافو يا احمد حقيقة انت عملت مكوت قوي جدا وواضح جدا وحسس بالفرق ما بين احمد ابراهيم في الموسم الاول جامعات والتاني جامعات والموسم التالت انا بقى تبرو الموسم التالت جامعات برافو عليك احمد استحق انك تلعب على لقب افضل لاعب وبكده يبقى اجمال النقط اللي حصل عليها طلاب مصر في حلقة النهاردة 235 نقطة وكل نقطة بخمس تلاف جنيه بما يساوي مليون ومية خمسة وسبعين الف جنيه ويبقى مجموع المبلغ من اول حلقة لحد دلوقتي 25 مليون وتسعمية الف جنيه من البنك الاهلي لتطوير المستشفيات الفقومية في مصر جامعة الملوفية هاردلاك شرفتونا ونورتونا في الستوديو ألف وبروك لجامعة بيتانية وهاردلاك لجامعة الملوفية وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباكرة احنا كنا جايين أصلاً فاكرين ان احنا خلصت أهلنا أصلاً عشان كسبنا مطشين اللي فاتوا بس فجأنا النهاردة ان احنا هنلعب على التأهل بتاعنا كان نفسي جداً ان احنا نكسب المطش دول اكتادنا وعمالنا اللي علينا لكن هو توفيق من عند ربينا يمكن شوية ما كنتش راضي عن أداء النهاردة فحاول خلال الفترة الجاية أركز أكتر واكتهد أكتر أن أنا يعني أعمل بشكل أحسن المجموعة كانت صعبة أول حالاً أخسرناها في آخر سؤال تاني حالاً أخسرناها في آخر سؤال ارشادات التمريد العاجل الجروح إن ترك الجرح مكشوفاً يساعد على بقائه جافاً والتعافي بسرعة ولكن إذا كان الجرح في مكان من السهل أن يتعرض للتلوث كاليد أو مكان مغطى بالملابس كالرقبة مثلاً فإن من الأفضل تغطية الجرح باستخدام ضماضة طبية أو شاش معقم وشريط لاسق ويجب أن يتم تغيير الضماضة يومياً للمحافظة على الجرح جافاً ونظيفاً